يستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الجمعة أكثر من 1.232.000 شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم 1.216.000 شخص هذا وقد تلقى الجرعة المنشطة من التطعيم 973.170 شخص